السلام عليكم كنتم تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم الفيديو في صحة جيدة وفي احسن الاحوال يوم ان شاء الله ما غادي تعجني ما غادي دلك اليوم ان شاء الله غادي نحضروا وصفات اللي ما كدحتاج لعجين للتشي حاجة وصفات اللي غادي نغيروا بها مائدة الافطار ديانا نشارك معكم دجاج محمر ومعمر بالشعرية الصينية مرفقة ببطاطس مشرملة في الفرن وغادي نشارك معكم صلطة خفيفة كتوجد بسرعة وتحلية كتجي من الاد واروح ما يكون تحلية ديال الكرامل اه بالبيسكوبي ديال اوريو وغادي نشارك معكم كذلك اه عاصير لي سهل بزاف وصحي وكيجي بنين فانتمنى ان الوصافات انتعي ليومتنا الاعجاب ديالكم وانكم تجربوها واكيد يلعجبكم الفيديو فا اه ما تبخلوش علي بلايك خليوه يوصل اكبر عدد من اللايكات باش يوصل اكبر عدد ديالناس وتشجعوني وبلما نطول عليكم هادي نخليكم مع المكونات وطريقة التحضير فغادي نبدأ باسم الله على بركات الله غادي نشرملو اول حاجة غادي نشرملو هكا دجاج ديالنا فا اه في واحد الايناء هكا وضع ثلاثة ديال الفصوص ديال التوم هروسين غادي نضيف على هاد التوم هذا ملعقة صغيرة ديال الملح ثم ملعقة صغيرة هكا ديال الفلفل الاسود وملعقة صغيرة ديال الكوركم ملعقة كذلك ديال الزنجبيل وعندي هنا يلقالي من التوابل ديال الدجاج ثم غادي نضيف واحد الملعقة صغيرة من الهريسة فبالنسبة الهريسة ضفوها في الدجاج وما تخافوش يعني ما غاديش يجيكم حار فقط هكا تعطينا اه واحد اللي بنا هكا زوينة اه في هاد في الدجاج وضفت كذلك واحد الملعقة كيف ما كتشوفو ديال اه لمطرد او الخردل وغادي نضيف عصير ديال نصف حامضة وغادي نضيف كذلك اه واحد ربع كأس ديال الماء غادي شوية هكا باش غادي نخلطو هاد التوابل كنخلطو الكل بهاد الشكل هادا وغادي ناخدو الان دجاج دجاج طبعا كنكونو منقينو وغسلينو مزيان بالحامض وبالملحة كيف ما كتشوفو كنحاول هكا نشرملو في هديكا التوابل كنحاول ندخل هادوكا التوابل اه في دجاج هكا مزيان من وغادي نغطي عليه الان وغادي نخليه على الاقل واحد المدة ديال ساعة او ساعتين كون ما خلينا في شرمولة كيجي بنين وكيجي اه احسن فغادي ندوزو الان نحضر معاكم الشعرية باش غادي نعمروا دجاج ديالنا في واحد المقلات اوضعتها كشوية ديال زيت 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 زيتون ثم غ pole نضاف واحد البصلة مشلضة اللي كتقطعها كقطع صغيرة صغيرة وغادي نحاول نشحرها هاكا شوية في هذا زيت حتى كيبدا كيتغير اللون 얘ها تم غادي نطيف عليها الكبد او ديال哦 ديالو الدجاج غاديكا تقطعها كقطع صغيرة وبالنسبة لهاد الكبداء هادي فأنا Divine اضيفتها من الملحة اضيفتها في شوية الخل و شوية الحامض و الملحة باستخدام منها اضيفتها قطع صغيرة اضيفتها 3 فصوص و نصف حامضة مصيرة قطعتها كقطع صغيرين اضيفتها توابل الفلفل الأسود زنجبيل و الكوركم و التحمير اضيفت ملعقة صغيرة ملعقة صغيرة و نضيف الملح ملعقة صغيرة ملعقة صغيرة و نضيف عصير 1.5 حمضة و نضيف هريسة هريسة لا يوجد طعمها باين ضروري لا يوجد طعمها باين اضيفتها ملعقة صغيرة و السماء نضيف من الملحة و نضيف الملحة و نضيف الكبدة و نضيفها و نضيفها و نضيفها ملعقة صغيرة نضيف الماء نضيف الماء نضيف الماء نقطع المقص نقطع المقص نضيف القصبر ومعدنوس نضيف الشعرية الصينية نضيف الملعقة الزبدة 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 نضيف ملك الزبدة تركز الملعقة الزبدة نضيف الملعقة الزبدة هذه. وكنديرو الحشوة كذلك هكا. وسط من دجاجة. بهالطريقة هادي. من اللي كان عمروها كم زيان. فكنجيو هنا يوم. لهاديك الارجل وكنجمعوهم بهالطريقة او كنجمعوهم بالخيط على حسب يعني اه لحسب انتو ما المهم تربطوا هديك الدجاجة كم زيان من رجلات ديالها. ما استعملش الخيط غي جمعت لها رجلين ديالها بهالشكل هذا. وكن اخذ هنا هاد العويدات هادو ديال ديال الاسنان وكنجمع بيهم. بحشكل الى كان نخيط هاديك الدجاجة كنجمع بيهم بحراكة. غدي ندير كل لوحدة ندير فيها زوش. بالطريقة هادي وكتجمع دجاجة ديال نمزيان. صافي غدي نوضع دجاج الان في صيني اللي كتدخل الفرن. وكنفرغ هنا يا فوق منه هادوك التوابل اللي كيتبقى وعدنا هكا في هاداك الاناء. صافي غدي نقلبهم هكا على الصدر ديالهم. وغادي قبل ما ندخلهم الفرن. غادي ناخد الزبدة خديت هنا الزبدة خلطها مع شوية ديال ديال الهريسة. كيف ممكن لكم وراء ما كيجيش الدجاج حار. فقط هاد الهريسة هادي غادي تعتينها هكا اللون. دجاج ديالك يجي محمر كيجي في واحد اللون زوين. كان دهن دجاج ديالي مزيان هكا بديك الزبدة والهريسة وكندخلوه الفرن. فبنسبة لانا ما غاديش نغطي دجاج غادي ندخلوه بحال هكا الفرن. لانه عندي دجاج صغير يعني كيطيب بسرعة. وبالنسبة الفرن را كنشعلوه من الفوق ومن الاسفل. ولكن دجاج ديالكم كبير تقدروه هكا تغطيوه عاد دخلوه الفرن. تغطيوه هكا بورق ديال الطي و عاد تغطيوه ببورق الاليمينيوم. ودخلوه الفرن كيطيب. كنديروه على ميتين درجة فرن ليشعل من الفوق ومن الاسفل. وفي هاد لقتنا اغتي نحضر معاكم واحدة حلية بالأوريو عفوا وبالكاراميل كتجي لديدة بزاف سهلة في التحضر دياله وكتوجد بسرعة. ولما نقولكم كتجي رائعة بزاف اللدة دياله. اخديت هنا هي البيسكويت ديال الأوريو. تحنتو هكا شوية. حتى يوليها كام هرمش. وغادي ناخد هاداك البيسكويت. وغادي نوضعها كف الكووس اللي غادي نقدم فيهم التحلية. اوف واحد الكاسرونة. غادي نوضع خمسمائة ميلي لتر من الحالي. غادي نضيف على هذا الحاليب هذا صاشي من الفلون بنكهة بنكهة الكاراميل. وبالنسبة الفلون فهو الكريم كاراميل. استعملت هذي اللي كان ديروها مع نصف الليتر ديال الحالي. بضفت هنا يا اضيفه السكر من زوج حتل ثلاثة ديال المعالق. وغادي نضيف واحد زوج معالق كبار هكا ممتالين ميناء النشاك. نخلط الكل. وغادي ناخد الخليط ونوضعه اه فوق النار على نار مهيلة مع التحريك المستمر. حتى كيوليه الى شكل كريمة. ومن اللي كيوصل هكا لدرجة الغلايين وكيعقد الخالط ديالنا. فغادي ناخد هاد العلبة ديال الفلون الجاهز. او الكريم كاراميل. وغادي نضيفها على هاد الخالط هذا. وكننخلط المكونات. وكيجينا هاد هاد الخالط هذا بالدوق ديال كاراميل. كتجي تحلية رائعة ولديدة بزاف. وصافي غادي ناخد هادك هادك الخالط مباشرة واسخون وكنفرغوها كفوق من هادك البيسكوي وكيجيب حال هكا الشكل دياله كي ندامج هادك البيسكوي هكا مع هادك الخالط. وكيجي شكل ديال تحلية دياله رائع بزاف. صافي وغادي ندخل الان للتحلية هكا التلاجق باش كيتبرد وكيتماسك الان غادي نشارك معكم كذلك واحد البطاطس من الشرملة اللي كتبها في الفن. كنرافق بها الدجاج دياله. واحد الايناء كنوضح هكا القليل من الفلفل الاسود. رأس ملعقة فقط. كنديل رأس ملعقة من كل حاجة. رأس ملعقة صغيرة ديال الفلفل الاحمر او البابريكا. ثم رأس ملعقة صغيرة من الزنجبيل. ثم الكوركم. والقليل من الكمون. وغادي نضيف كذلك الملح. اللي كيبقى على حسب الضوء وعلى حسب البطاطس هل غادي تديره. وهدي نضيف واحد الرشة من آآ آآ توم بودرة. ممكن تعودوها بفص صغير ديالتوم. وغادي نستعمل هاد الاشا بالمناسبة. وتقدروا تنسمو البطاطا باللي بغيتون شوما تقدروا تنسموها حتى بشوية ديال الزعتر. كيجي طعم ديال هزوين. ما توفرش لها طبعا ممكن استيغناء اهلي. وغادي نضيف كذلك واحد الملعقة صغيرة ديال آآ لموطرد او الخردل. وغادي نضيف على المكونات القليل من زيت الزيتون. وغادي نخلط هاد المكونات هادو. وغادي ندير فيهم هكا بطاطا. بالنسبة لبطاطا قطعتها بهات الشكل هذا. وصافيك نخلط الكل. وغادي ناخد واحد طاوة هكا لكا تدخل الفرن. هادين وضع فيها هاد البطاطا هادي. وغادي ندير فوق منها هكا شوية ديال ديال طماطين ما طيشة. بهات الشكل هذا. وغادي ندخلها الفرن. فبالنسبة لها هاد البطاطا هادي ندخلها هكا الفرن اللي كي يقرب دجاج كي طيب. كتبقى لغة تقريبا غي واحد ربع ساعة او عشرين دقيقة. لانها كتب بسرعة. فهنا كيفما كتشوفوا دجاج ديالنا قرب بي طيب. قالوا هكا غي تحمر. دخلت هنا هي البطاطا لانها كتب بسرعة. وغادي نخلي دجاج ديالنا كي يكمل الطيب دياله. وكذلك هذيك البطاطا كالطيب. وهنا هي غادي نشارك معكم كذلك صلاطة ديال الخضر اللي آآ كندير فيها الاشياء اللي الخضر اللي كاتكم توفره عندي. كيفما كتشوفوا خدي التنجرة ديال الطغط وضعت فيها هكا الجزر آآ عندي شوية ديال اللوبيا. وعندي كذلك جلبانة. وممكن تضيفوا حتى بطاطا انا مدرتها لان ندرنا بطاطا هكا مشرمها في الفران. وممكن تضيفوها يلا بغيتون انتم تضيفوها هكا مع الخضر. فاضفت هنا يعليهم شوية ديال زيت الزيتون. وواحد رشة من القزبر ومعد نوس. وغادي ندير فقط قطارات ديال الماء باش ما كيتحرقوا ليش هكا الخضر. وغادي نسدليهم الطنجرة ديال الضغط. وغادي نخليهم خمسة ديال بقائق وكي يكونوا طيبين. وبنسبة لتحلية ديالنا بعد ما وردات كيف ما كتشوفو. كتجيب هات الشكل هذا. قدي الان اه تزيين كيبقى اختياري. انا هنا يرشي تفقدر تفوق منها عفوا اه هاد الكريمة هادي الجاهزة. وزيينتها هكا بشوية من هادا كالوريو تبقى عندي بحال هكا. اللي اه بحناه. وغادي ندير واحد القطعة كذلك هكا من الوريو في الوسط. كيجي شكل ديالهم زوين. وكي تجي فيهم واحد الليدة رائعة بزف بزف. بزف هات تحديك الجلدي ده بزف. والان غادي نمر باش نحضر واحد العاصر لي كيجي زوين بزف. وفي نفس الوقت كيبقى مغدي وصحي. غادي نحتاجوا فيها حبة ديال ديال الباربا اللي اه مسلوقة. وغادي نحتاجوا كذلك واحد الحبة ديال البرتقال. وكذلك حبة ديال الموز. كيبقى هاد العاصر هاده مغدي ومكونات ديال وزوينة بزف كتعطيناه كطاقة. فغادي نضيف الماء الكافي فاش غادي نطحن الكل. وغادي نضيف السكر على حسب الدوء وكنتحن الكل. وكيكون العاصر ديالنه جاهز. وهنا يدجج ديالنا بعد ما وجد. يجب ان يجب هذا الشكل ، يجربوا الوصفة من أروع ما يكون وضعتها مع دجاج ومشرب منطم وطبق منطم هنا الخضر كما تشوفوا ستفتهم كافت بيسلات ووضعتهم بهذا الشكل هذا برتغي اللي كانت توفر عندي كيف تشاهده وهنا هي هنا كذلك العاصر اللي حضرت معاكم ديال الباربا يجي لديد بزاف ورائع ما كدش بينا بأنه فيه الباربا فهنا هي التحلية ديالنا كذلك من ألد وأرواع التحلية اللي كانت نضغيها بزاف هكذا التحلية الكراميل والأوريو اللي يزوين فيها كتوجد بسرعة وفي نفس الوقت كتجي بنينة بزاف هاد هي طاولة ديالي ديال ديال الإفطار نتمنى تنال إعجاب ديالكم نتمنى توصلوا للفيديو الأكبر عدد من اللايكات تشتركوا في القناة اول مرة كتزروه وتفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بجديد الوصفات وجربوا الدجاج وخليوا لي الأراء ديالكم في التعاليق أراءكم اللي كلها كنقرأها وكتشجعني ودونتم في أمان الله وحفظه ونتلقوا في فيديو آخر مع وصفات أخرى السلام عليكم موسيقى موسيقى موسيقى